اشتركوا في القناة والشعبين الشقيقين محطات بارزة شهدتها العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث انها اسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ العلاقات الاخوية الوطيدة والمضئ بها قدما بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين مملكة البحرين ارست مع شقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة دعائم هذه العلاقة التاريخية وارتكزت على وشائج قوية من المحبة والتفاهم الذي ارساه الاباء والاجداد وازدادت تمسكا ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة للبلدين والاهتمام والحرص المشترك من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله واخيه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله واتسمت علاقات البلدين الشقيقين بالانسجام في معظم القضايا الاقليمية والدولية التي تقوم على اسس المساندة المشتركة والتعاضد في معظم القضايا ناهيك عن ساحات العزة والشرف في الدفاع عن الحق وحياظ الوطن وترسيخ امنه واستقراره فهذا التوافق يجسد دعم البلدين المستمر وحرصهما على دعم ونصرة كافة القضايا تعاون متواصل فتح افاق قوية لتعزيز العلاقات في كافة المجالات حيث تعتبر هذه العلاقة مثالا للروابط المتآصلة في الوجدان وتاريخهم المشترك وما افى على هذه العلاقة من الزيارات المتبادلة بين القيادتين حفظهما الله عبر مسارات مختلفة من المصالح المشتركة فتوحد الرؤى والتساق الاهداف ينعكس ايجابا في تحقيق الاستقرار والسلام وتحقيق التنمية والتطور فعلاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجا رفيعا على مختلف المستويات وانموذجا متميزا في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية بين الاشقاء والقائمة على اسس من الود والاحترام المتبادل والتي تشهد نماء مستمر التاريخ العميق والمنفرد في خصوصيته لم يأتي من فرق فقد امتد هذا الرابط لعقود طويلة وساعد في نموها وتطورها فالبلدان الشقيقين خير مثال على العلاقة الاخوية التي تعكس الايمان المطلق بوحدة الهدف والمصير المشترك والحرص المتواصل على استمرارية مد جسور التواصل والمحبة والسير على نهج الاباء والاجداد طلال نايف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة